اشتركوا في القناة قائمة المهندس محمد طهر يقول لهم المهندس مصطفى ده وانتو مش عارفين قدم ايه للاهلي في الاتحاد الافريقي يخرب عقلك قدم ايه ماذا يعني قدم في اشارة غريبة جدا لامر عجيب جدا جدا احني فطبعا التقطع بقى البعض قالك مش قلنا لكم والقصة ولما كان سكرتر للاتحاد الافريقي والاهلي حصل على بطولاته بجهده وعرقه الاهلي حصل على لقب نادي القرن بجهده وعرقه باسمه مش مهندس مصطفى فهمي له كل الاحترام وكل التقدير وكادر اداري محترم وكبير لكنه بعيب ان انت تقول هذا الكلام يعني يا اخي زيك عارف تتكلم اسكت خلي غيرك يتكلم ما منفعش تقول انه انحني لك احتراما وسقفلك عشان بقول المجلس حرامية والخطيب مش عارف ايه تقوله انحني لك احتراما كمان تقوله مهندس مصطفى مرات فهمي وعمل ايه للاهلي في الانتحد ما عملش حاجة ولا يقدر اعمل حاجة النادي الاهلي خالص الاهلي بمجهوده يا اخي الاهلي بقمته الاهلي بقمته الاهلي بلعبته الاهلي بقدرته الاهلي بعرقه الاهلي بجهده انت جاي النهاردة عشان تفرد نفسك عن النادي الاهلي جماعة انتاخبك تطلع الاول تطلع الاول تطلع الاخير تطلع الاخير ما تطلعش خالص مش عضيتي لكن يا اخي احنا مجهودنا وعرقنا وتعبنا انت متضيعوش بكلام انت مش فهم منه حاجة انا اقول لك بقى اذا ما كنتش انت عارف اللى الرابع سنين اللى انسحب منهم النادي الاهلي من افريغيا كان مهندس مصطفى مرات فهمي كان سكرتيرا للتحاد الأفريقي وكان عده مجلس إدارة في هذا التوقيت وحصل غضب شديد جدا من الكابتن صالح سليم عليه بعد إقاف الكابتن طارق سليم لمدة سنة والراجل غالبا ما بيحضرش الجلسات وبعد كده ما دخلش مجلس إدارة النادر من 17 سنة ما أقولك التاريخ هل ده يقلل من قدر مهندس مصابه فهمي أبدا بس أنا أقولك عشان تبقى عارف إنه الكابتن صالح زيعل جدا لأنه في عهده كابتن طارق سليم شقوق كابتن صالح سليم لمشه في حكرة تم يقافه لمدة سنة والأهل قرر إن سحاب من البطلات الإفريقية وعضر بعسلين ما ألعبش افهم باشي كنش عارف التاريخ افهم يعني كنش عايز أو مش عايز تفهم خلاص بقى يبقى ما تتكلمش بإسم النادر أهل إنت بتفهمش ما تقدرش تكلم بإسم النادر أهل ما تعرفش تكلم بإسم النادر أهل حاجات اللي بتجننني وبتغزني افهم يا أخي اعرف يا أخي نجمي الحياة دي يعني أنا مش هتكلم على انتخابات زي ما وعدت حضراتكو بس هتكلم على رمز مهم في عالم كرة القدم سواء داخل النادي الأهلي أو في الاتحاد الأفريكي أو في الاتحاد الدولي وأنا كاتب نقاط مهمة جدا على الكلام اللي انتوا سمعتوه وشوفوا اللي أنا هقوله ده صح ولا غلط أولا أنا كاتب نقطة نقطة من اللي انتوا سمعتوه بعيد عن الانتخابات خالص خالص وأنا عارف أنت بتعمل الكلام ده المصلحة مين لكن برضو ما ليش دعوه أنا هتكلم عن شخصية أهلوية ورمز مهم اسمه مصطفى مراد فهمي شخصية محترمة مهزبة مصقفة ليه جزور داخل النادي الأهلي كبيرة لما نتكلم على جد مصطفى مراد فهمي من تأسيس النادي الأهلي واسم كبير داخل النادي الأهلي ووالده الرئيس الشرفي للأهلي أروح جاي أقيله أنت ما بتفهمش حاجة وهو كان كمان عوض مجلس إدارة أجي أقول له مصطفى مراد فهمي أنت ما بتعفش تتكلم وسكت ملعونا الانتخابات هي محترمة جدا 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 اللي قدمه قال الراجل ده قدم حاجات كتير جدا جدا للنادي الأهلي لو أنت مش مذاكر والنوايا الخبيثة عتشتغل إحنا نقول لحضرتك لما كان في صورات كان صعب جدا يقولك أستاذ القاهرة لأ مش عارف جونة لأ لأ برج العرب المقولين الراجل ده كان بيساعد أهلي وزمالك علشان المبارات تتلعب فيه أحيانا كنا نروح الجونة لأن الظروف كانت في مصر صعبة وأحيانا كان الأهلي يلعب في المقولين العرب زي النهائي بيساعد حتى لو هو مش موجود بيتكلم مع الناس عشان يساعد مصر الأهلي والزمالك لو أنت ما تعرفش الكلام ده أقوله أجي أقوله أنت مصطفى مراد فاهمي اللي بيتكلم أربع لغات فرنساوي وأسباني وإنجليزي وإيطالي أجي أقوله أنت بتعرفش تتكلم عشان خطر الانتخابات وأعيني بيتملأ عليه اكتهين الرجل بالشكل ده مصطفى مراد فاهمي اللي والده رئيس شرفي للنادي الأهلي عشان انتخابات تقلل من الرجل بالحجم ده ده حاجة تحزن تاريخ الرجل كبير جدا في الاتحاد الأفريكي والاتحاد الدولي رجل بينظم مسابقات عالمية وجهة مشرفة لمصر وجهة مشرفة لمصر أهينه بالشكل ده وبعدين بتقوله كابتن صالح زعل منك انت نسيت انت عملت ايه مع الكابتن صالح انت نسيت انت عملت ايه مع الكابتن صالح نسيت القضية نسيت السيف اللي قلت وتقوله كابتن صالح زعلان منك عشان تردي ناس عشان ما عندكش حيادية وتردي ناس تهين ناس رموز مصطفى مراد فهمي يا اخي عيب يا اخي عيب يا اخي نتقي ربنا يا اخي عيب نحافظ على الناس الكبيرة دي عشان عشان نيتك وحشة قلت على نادي الكارن هو الرجل ما تكلمش خالص لان كان معانا زملاء صحفين ممكن ادخلهم لك دلوقتي كانوا ليه تصرحات كانت موجودة ما تقالش الكلام ده خالص يا اخي عيب يا اخي عيب الرموز دي عيب ده مصطفى مراد فهمي اسم كبير جدا والله الرجل ده اسم كبير جدا واسمه محترم بعد ما بيدير الدوريات ايوة ايوة كان في الاتحاد الدولي اسمه مهم بيقعد جنب رئيس الاتحاد الدولي كي قيمة وقامة وهو جنبه كده في الافنتات الكبيرة العالمية بنقول اللي جنب رئيس الاتحاد الدولي المصري مصطفى مراد فهمي العالمي مصطفى مراد فهمي ايوة العالمي ايوة ليه علاقات بره كبيرة جدا رئيس المستشار المستشار داخل الاتحاد الالماني صديق والصدق انا بقول لكم معلومات انا عارفها وبيقعد مع عقامات في العالم في الكورة ايجي اقول عليه ما بيعرفش يتكلم ايجي اقول عليه ده بيشتم الكابتن صالح او كان فيه خنامع الكابتن صالح ايجي اقول عليه انت ما بتفهمش حاجة هو ده مش رمز يا اخواننا ولا ايه وهنا بخاطب جماهير الاهلي وبخاطب اعضاء الجماعية وقام عمومية داخل النادي الاهلي هو الرموز كتير ولا عند الراجل دوت مفيش رموز عالكيف وعالمزاج انا بتكلم والله بممتقى الامانة انا بتكلمش هو بعيدة على الانتخابات انسوا سيبوا ده على جنب انا بتكلم على الفكرة دي فكرة مصطفى مرات فاهمي ما بيعافش يتكلم مصطفى مرات فاهمي ما بيعافش يتكلم ام الميلي بيعرف يا رجل ده احنا جاهلة انا اقول على نفسي كده وصد الرجل ده ثقافة وعلم واحترام وعلاقات وبيتكلم في كرة النادي الاهلي وتحولاتها للتكنولوجيا والعلم اللي دخل فيها يعمل بلاش انت انت وانا ما نفهمش فيها حاجة عشان انتخابات يبقى ما بيعافش يتكلم مصطفى مرات فاهمي ينهر ابيض مصطفى مرات فاهمي بنشكك اللي هو بيخدم النادي الاهلي انا عندي معلومات عيب اللي انا اقولها على الشاشة ده ناقص يقول لنا بس اللي هو مش اهلاوي والله عيب القيمة والقامة ده نقول له الكلام ده انت ما بتفهمش حاجة اسقط مدام ما بتفهمش في حاجة اسقط انطلع العيب من اهل العيب ما يبقاش عيب عايز تخدم على قيمة زي ما الناس عارفة بالمناسبة خدم عليها عادي انا ما ليش دعوة لكن ما تهنش حد ما تقللش من حد ما تقللش قامات ما هو كل انتخابات في كل اهل ده بتخدم على قوامه في الاخر بيسقطه وحزبت لحضراتكم دلوقتي لكن عيب عيب مصطفى مرات فهم اسم كبير جدا جدا والله اسألوا المسؤولين وقتها اقول لكم على حاجة اسألوا انا ما ينفعش لاقول الكلام ده اللي كانوا مسؤولين داخل النادي الاهلي يعرفوا الرجل ده لازم تحدد المبارات في افريقيا قبلها بوقت كبير عشان بيقول لك المبارات النادي الاهلي يوم كذا على استاد كذا حاولوا يأخروا لان مصر كت في ظروف صعب الرجل كان بيساعد اهلي وزمالك والله الواحد حزين على اللي بيحصل ده والله الواحد بيحزن على اللي يشوف ده انتخابات لهين ناس قامات بالشغل بالشكل ده عشان اخدم على ناس وناس تانية اهنها رجل مسؤول عن مسابقات مدير المسابقات في الاتحاد الدولي مسابقات كبيرة زي يا جماعة كان بيناس نهاية كاس العالم في جنوب افريقيا رجل ده كان منصق في 2010 في نهاية كاس اكلمكو في ايه اكلمكو في ايه اصلا الحاجات دي الناس المهتمين اهوا بعلاب كرة القدم ويعرفوا القامات اللي موجودة ملعونة الانتخابات اللي تخليك تقول على قامة كده ده حاجة انا عنده امور كتير جدا انا عارفها لكن بعيد انا بتكلمش هنا بقى انت بتكلم على شخصية محترمة هو ده مش رمزي اخوانا هو ده مش شخصية مهمة الراجل ادب واخلاق وصوت واطي ما فيه صوت عالي وبيحترم الصغير قبل الكبير وساهم بالفعل ساند على قد ما يقدر في امور كتير جدا لين نوايا الخبيثة وودة النادي الاهلي نادي الكرد ما طبعا الاهلي بياخد بمجهود وطبعا الاهلي بياخد بعرق والاهلي بياخد بتخطيطه مع كل المجالس لكن النوايا الخبيثة دي ايه ده ايه ده عيب عيب